الآن لما نتكلم عن الحياة الطيبة نجد في استقرار الإنسان عبادياً وعقائدياً السكون النفسي الذي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان عبر أي عقيدة أخرى ليش؟ لأن الإنسان ينزع بنفسه يحتاج أن يتعبد يحتاج أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى من أي طبيعة كانت من أي بلد كان من أي محيط كان الإسلام يملأ له هذا الفراغ هذا فراغ الفراغ الثاني الذي يملأه الجانب الأخلاقي والسلوكي الزواج مثلاً القرآن يعبر عن الزواج بأنه سكن شنو يعني سكن يعني هدوء استقرار نفسي ما يمكن أن الإنسان يصل إلى الهدوء والاستقرار النفسي عبر الخلائل مثلاً أو الصديقات أو العلاقات المحرمة ليش؟ لأن أولاً العلاقات المحرمة لا ترضي ربه الشيء الثاني العلاقات المحرمة لا ترضي ضمير الإنسان وإذا كل ما الإنسان يكون ضمير حي وضمير متيقظ وقاد تدري أمراض العصر التي تشوفها الهم الاكتئاب القلق ليش؟ لأنهم يخالفون فطرتهم هناك في أعماق الفطرة قائل يقول لهم لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل وهم يفعلون أن يشعر الإنسان بكآبة يشعر بقلق يشعر بهم